صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب القراءة العطلة قراءة المراية اللي تعودنا عليها من الشهر الى فقطك حاليا يا برج العقرب انت في حالة الرحيل او التأهب للرحيل ممكن تكون اه انت شايف ان هو ايو ايو بص يا برج العرب انت فعلا كنت بتحبه قوي وقدته فرص كتير جيدة وشايف ان هو خلاك انت تمشي من هذه العلاقة انت شايف ان هو كان استقرار كان علاقة دي كان فيها استقرار خلاك متعلق معاه في علاقة اا والشخص ده ممكن يكون كان بيمشي ويسيبك كتير بالزبط كده الشخص ده كان بيمشي ويسيبك كتير ويسيبك بقى متعلق اللي انت عارف تروح يمين ولا تروحش معك طب انا مثلا هتخطبني اخر السنة ومش تخطبني طب انت رايح تشوف عروسها ليه ما انا معاك كده فخلاك مش عارف هي العلاقة دي فيها استقرار ولا ما فعلش استقرار بكل بساطة خلاك متحير خلاك مش فاهم هو اللي بيحصل في ايه انا متعلق في العلاقة دي ليه بالزبط هو شخص اللي في دماغه بيعمله وخلاك هو كان بيرحل على طول ويسيبك بقى متعلق انت بتشوفه كده بتشوف ان هو بيرحل ويسيبك متعلق معاه وتفكر بقى تفضل تفكر بقى وان العلاقة دي كان فيها استقرار دي كان فيها استقرار ممكن او ان هو اه ممكن يكون الشخص ده اتكز معاه بقى رحل لعلاقة تانية وسابت متعلق في ذكريات القديمة وانت خدت قرار ان انت تمشي وتسيبه ايباي بقى جدت رحت لعلاقة تانية بالزبط كده انت جدت رحت اتجاوزت وانه هو شخص ده اتجاوزت او خطط بالزبط كده شخص ده اتجاوزت او خطط او ارتبط بحثاني قلت له ايه ده يا نهرك ازرق انت رحت ارتبطت واتجاوزت وانا موجودة وانا محببت معك ايه طبص يا عام في ستين داعي يلا يا عام وكررت تمشي لانه بيسيبك متعلق ويرجع عارف ان انت بترجع بسرعة وبتقول كلام في الهروة واو ايه هاتش وهتقولها هرجع بس مش هتري تسيب انت بتحبني بالزبط انت بتعلق فيه لذلك الخطوة اللي هياخدها الشخص ده حيرجع تاني يقدم لك البيج اوف كابس مش عرض كبير هو عرض مش عايز اقول عبيض بس هو عرض كده اللي هو ايه ازايك عامل ايه يا ستة مفيش حاجة او بتاع انا بحبك انت انت اللي في القلب الشخص ده وانا هتأكد دلوقتي الشخص ده ممكن يكون بيضحك عليك يروح يعمل علاقة مع طرف تاني كاملة بقى اللي هو هتجاوز وهخطط ويديه يقول لك والله بحبك والله ما فيه غيرك في القلب اه بس الشخص ده زي ما قلت لك الشخص ده هو عارف ان انت بتحبه تحبه قوي وان انت من غيره بتبقى حالتك كده تعبان وانت فعلا بتبقى كده لما بيسيبك ويمشي بتبقى مش عارف تاني وعارف ان انت بتحبه ومالي ايده منك اوي وعارف انه لما بيجي يقدم عرضه هتقباله ودايمن دايمن 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 بيجري بيجري منك بيخرج من الاللقة ويجي تاني بيخرج من العرض ويجي تاني ويقفش على مشاعر وكده وميبتكش منها حاجة وهو شخص ما بيبينش مشاعره اصل بارد شخص بارد الشخص ده شخص بارد يتعامل بجرود يتعامل مع المشاعر بجرود فهو هيجي هيجي كده بطريقة بخيلة بخيلة معينة هيجي يقولك ايه ام ازايك ولما ما حصلش حاجة يعني انا بس يعني عيني زاغت كده على حد وروح تشوفه لكن هو عرض مش كبير وممكن يكون كلامه مش صادق وعلى فكرة انت عارف ان هو مش صادق الشخص ده عارف ان انت من غيره بتتعبق وبيرجع على اساس بيرجع على اساس ان انت بتقبل العرض ده صح كده بالزبط بالزبط بص يا برج العرض انت لما يجيلك بالعرض ده انت هتشعر هتشعر بان آآ كاس الحب اللي هو مقدمه ده في خداعة بالزبط زي اللي قلته لك ده هتشعر بان كاس الحب ده وهمي انت كدهب انت شخصك كدهب تبتحك علي انت بتروح تعمل العلاقات تانية وبجيلي وقت ما العلاقة تانية دي تفشل او لما تزهق من مراتك ترجع تكلمني بس انا مش حاسك بتقول ان انت قاتل عليه عليه فانت في قرارة نفسك عارف ان هو شخص كدهب هتعمل ايه بقى هتلف في وشك الناحية التانية وهتعاند هتفضل منتظر ان الموضوع ده يا ينتهل وحده يا يخلص بقى خالص بس ده اللي انت هتعمل له لكن انت مش هتبص له مش هتبص للمعرض ده خالص نهائي انت عارف ان في خداع في الليلة دي كوية شاص ده بيجي وقت ما يحب ايه بشو وقت بحبك بيجي لي الغرض ايه هو الله هو اعلم الله هو اعلم ممكن تكون يعني شخص متزود ممكن يكون شخص متزود لان احنا عندنا هنا اهو عندنا الامبروس لو انت راجل فهي متزودة اوكي ووقت لما تزعل من جزء بتروح مكلمك بتقولك انا بحبك وعشتيني وانت بقى بتروح انا كمان ومتاع فانت خلاص ذهبت ايه يا عم ده اعملت كل شوية تجيت تقدملي عرضة عبيدتوها بل ده واحد بيجي يهزر على فكرة لعلمك واحد بيجي يهزر ارض مش يبيه يبدأ كباهة فيها سمكة واحد جاي يهزر انت جا تهزر فهتقول له لا يا عم شكرا وتنتظر الى ان الموضوع ينشي بقى مع نفسه ينتقل مع نفسه وانت معاينت هتعاند على فترة وعارف ان كاس الحب ده كاس كب وخداع العلاقة هو شايفها بينكو ازاي شايفها او ممكن تروح بيكو على فيها او ممكن تروح بيكو على فيها او العلاقة دي فيها واجع قلب وفيها او ممكن تروح بيكو على قلب في طرف وجع التالي فيها طرف تالت على فكرة فيها طرف تالت لمحال وهو بيجي عندك يتشافه الشخص ده بالزبط هو بيجي عندك يهزر ويهرب هو بيعتبرك ان انت الهروب الملجأ بتاعه بالضبط انا لما احب اهرب اروح مثلا عند فلان لما احب اهرب من جوزي ومشاكل العلاقة اروح اهرب عند مثلا فلان فهو شايف ان العلاقة دي فيها طرف تالك وهو محتار هو محتار على فكرة او مش عارف ياخد حاجة وهو عايز يخلص من حاجة فيها حاجة وعايز يخلص منها بس هيها فيها وجع قلب كل الاطراف كل الاطراف انت شايفها علاجة خسرانة ملهاش امل بايزة من كل النواحي بايزة علاقة ما تفعب مفيش اصلا مفيش امل في العلاقة كلها شايف ان فيها خداع خداع انت كنت بتقول لي بيحبك انت كنت اتشارت خدعتين بي طرف تالته في طرف تالته وفي طرف تل سببا اكتشفته او انت عارفة بقى ان في طرف تالته بتعارفة اندي ليه زوجة وكان بيقولك مسلا هطلقها وطلقها وش ولا حاجة ولا اي ماشي. فيها خداع. نصحتك ايه بعد الشخص ده عنك? ايه بعد الشخص ده عنك يا بورك العقل? شخص ده هيجي لك. هيجي لك يقول لك اه وحش تاني. عامل ايه? ايوة. علاقة سلسية. الشخص ده مش هيسيب الطرف التالت لو قالك انه هيسيبه مش هيسيبه. خلاص? تمام? والعلاقة دي مليانة طعنة في الظهر. مليانة خيانات. بيقول لك مشي. تقدم للامام. انت مقزم نفسك. انت عامل نفسك ازمة. العلاقة دي فيها ازمة. انت اللي حاضرت نفسك في الازمة دي. وحلت ومتجاوز. انا هبقى معالي ان ما كامش هيطلق مراته. خلاص? انما بقى اجي اتسلى معاكي? لا. ما بنتسلىش. وانت في مدهة الطريقة هول خلاص? امشي بقى. سيب بقى قوم بقى خلاص. دافع. بعيد وقل له ايش? امشي. اللاقة دي ازيتك جامت. ازيتك نفسيا ان لو استمرت فيها هتبقى كده. هتبقى العلاقة خسرانة. علاقة خسرانة. بالطول بالعبدة خسرانة. الشخص ده بيجذب عليك. بيقولك بحبك ومش بحبك. ده شخص بيسحر الناس. بيسحرهم بكلامه وبافعاله. يدخل بقى بالدور والحنجل والمنجل والحاجات دي. لكن هو في قرار نفسه مش ناوي على حاجة. مش ناوي على اي حاجة. نشوف كده يعني النهاية طاعة اللاقة دي ايه? شهر التمانية. نهاية جواز. اه طبعا. بص يا برج العرب. هناخد الورقة دي قصد بقى. اهو. عشان تتفقل. امشي. انهي الماضي. العلاقة دي اكس. اقفل. جاي لك عرض الجواز. مباشرة. وحد يحبك اهو. بالاخر. ممكن يكون الشخص ده موجود في حياتك وعارض عليك الحب اصلا. وانت اللي معلق روحك في علاقة بيخ. بيخ شخص يعني مش عايز اقولك بيستمتع بان انت في حياته كده من غير حاجة. مش هيقدر اصلا نجي لك ومش هيقدر ربط نفسه معك. سواء كان متزوج او غير. بس في طرف ثالث في العلاقة. ممكن تكون انت ان شاعر. دي لك عرض جواز. انهي القرف ده. انهي. ارحل. شخص ده بيتحك عليك. قدم لك عرض ارفض. امشي. سيب الكبايات. سيب لي الكبايات كلها. كان كنا مسلا معا في علاقة وكنا بنحبوها ومش مش مشكلة. العلاقة دي بيخة. انت جاي لك الاربع عصيان كله. بيه بواخة الاخر. شخص ده بيت معلقك معاه. معلقك معاه. يروح يروح يستقر في حتة تانية وتزوج ممكن. وده متأكدة منه يعني. ويسيبك انت ما بتنامش الليل. معلقك. وهضنك. ضنك. ليه برج العقل? طب وعلاقي يا حبيبي. ده مني. ده مني ايه ده. اضمي في عينك. ضمي في عينك. ده مني في ايه? لا يا اعمل اماشي. شايفك عيل صغير. كلامك ما بيتحققش. بس انت يا خييت اجدها. كمل بقى. كمل عشانك. عشان في حاجات حلوة جاية هاي. يلا يا عام. مبروك. يا رابي برج العرب تكون اللي الكراءة عند ابتكم. وان شاء الله هيبقى فيه كراءة للمنفصلين لبرج العرب في فيديو الوحدي وفيها كل الأفرق. عشان المنفصلين يخذوا شكرا جدا لبرج العرب